اشتركوا في القناة انا بأكد انا بأكد بأكد لك يا حبيبتي حبيبة قلب مامي حبيبة قلب أختها انه ده مجرد رأي لا ينم على اي شيء ولا ليه اي خلفية علمية ولا قانونية ولا دينية ما ليش علاقة بحاجة انا بقول لو انا كنت مكانيك او زي ما بيقولوا كده بالانجليزي لو او شوز حعمل ايه اوكي لكن الحقيقة انا ما ها ركزي معاي عشان ايه منروحش كلنا في اللحاجات الاس نهاردة كمان قبل ما حقق الوقتي هبدأ اسقرادوا او اسقرادوا زانوسي بشكرهم للمرة المليون لانه كان ممكن يظهروا باي شكل مختلف لكن هما ظهروا بالطريقة اللي من خلال برنامجها وبس بيساعدوا او هيساعدوا فيها الستات والبنات بطريقتهم الاسبوع اللي فات او القبليه احنا كان معينا غسلات زانوسي حاطينا بوست على صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك احكينا قصتك وخدنا نمركو من خلال الفيسبوك بتاعنا وابتدينا نكلمكو دخلتم مسابقة عدد محترم من السيدات كسبوا الغسلات النهاردة معنا زانوسي ومعنا مفجأة اخرى من زانوسي هنعمل نفس الشيء هتكلمونا على التليفون هنسألكوا الاسئلة اللي تعرف تجاوب ان شاء الله تكسب طيب معنا اسقرادوا او اسقرادوا ولا حاجها سمعيني ولا حاجة انا بقى اقول دماغي ده الدماغ هيرد خلاص مشكلة نمرة واحد انا قاعدة بقالي كذا سنة في البيت مفيش هرسان بتجيلي جالي واحد مش عاوزة ارتبط بي واضطريت اوافق عليه عشان مفيش غيره بكرهه جدا معندوز زقف الكلام نهائي وكتير بيزعق فيا فانا مش مرتاحة معايا ومش عارفة اتصرف ازاي انا عايزة يعني هما بيوزعوا جنيهات ده بالنسر بتتجاوز يعني انا عايزة يعني فين الجايزة يعني انت عايزت تجاوز راجل ايتي بتكرهيه قوي عشان حتى هيحصل ايه في المقابل يعني بيوزعوا ايه مع العرسان يعني فاهميني عشان محدش يتحقك بيوزعوا ايه بيحيدوك ايه يعني عشان انت مسروعة قوي عالجواز معانا يتجوز ويبقى انبسط وارتاح ويبقى الشيك العمر وحبيبي وحبيبته وبتاعي بلاها اصلا ويبقى مش رزقي وربنا مش كاتبهولي ودوري لحاجة تانية قفية دعملها بدل ما اروح اتجوز واحد بقراه جدا بيزاها قفية ومعندوز زقف الكلام ومش طيقاء ليه بتعميه بطالوا يوزعوا جنيهات دعب مع الجواز يا جماعة يعني الجوز صحي من الجوز اتنين بس يا رادو انا مخطوبة بس انا مش بحبه بتحصله كوي حصله كوي ولا حسانه خالص وعايزة اسيبه وهو رافض خالص واهلي كمان رافضين وانا مش عارفة اعمل ايه حسانه لو اتجوزته هموت هموت او هعمل حاجة في نفسي انا مش بحبه خالص انصحيني اسيبه ازاي اهلي لما قلت لهم قالوا لي يبقى في حدا تاني ودربوني وانا تعبت ومش لقيا حل طفشي طفشي ازاي اقولك انا يا حبيبتي ازاي تطفشي طفشي الراجل انتي مش عايزاه توم بعمل حمامات كريم بالتوم لشعري طول وقت شعري ريحته توم نخاع امر ريحته يعني مش قادر اقولك عليها يعني عاجة تقلب البط بصل كتير واكلة بصل بس سمونا واكلة بصل كتير زن كتير بتبعثيله من 30 ل40 رسالة كل يوم ومن الرسالة لرسالة بتكلميه ولما مايردش تبعثيله رسالة انت بتردش علي ليه حرام عليك ولما يرد عليكي اتكلمي في اي موضوع تافه روحيله الشغل روحيله الشغل وعملي اي موضوع فهمها يعني اعمليه اي جنان انا عايزة ااكل فراولة دلوقتي روحيله الشغل ايو انا عايزة ااكل فراولة دلوقتي انا ومش مواسم يعني ما تقوليش حاجة انت عاستك ليها مايبقاش الموسم بتاعها تقولي له حاجة انت عاستك ليها مش الموسم بتاعها خلاص وبهدين لبسك ملغبة قوي تلبسي حاجات كده فهمها يعني تلبسيك مثلا ايه بمب على احمر على اخدر على بورتغانيو ايه هو ده زوء ايه كان عاجبك طريقة الكلام تبقى طريقة الكلام مملة جدا وتدقى طول الوقت ترمي افهات دمها تقيل قوي الانتقاط بقى تنتقدي بقى طول الوقت انا مش شايفك ناجح انا مش شايفك كويس انا مش شايفك مش عارفة ايه يعني فهمها علاقتك باهله تبقى زي الزفت زي الزفت بالزب مانطو يعني ما تبقى عدك بس طبعا مش بقيلة ادب احنا مقدبين خلاص بس تبقى علاقتك بيها وحشة يعني ها لانه طبعا هنا يعني اهله يعني انت او مش بتحبيه مش هتحبي اهله وبتعمليه كده فقاله يقعدوا له ايه يبت ان انت عمله في نفسك ده فيه حد تتكوز واحدة سي كده ها طلبات كتير طلبات كتير اوي عايز حاجات كتير اوي فلوس كتير اوي خلاص وزن بقى اشتغلي في الزن مفيش راجل مهما كان بيحب اللي ست اللي قدامه بيقدر يستحمل زنها زني بزا اي ست مصرية اصيلة كده كنت فين بتعمل ايه ما بتكلمنيش ليه حرام عليك مش عارفة ايه بتاع تلاتين رسالة في اليوم اربعين رسالة في اليوم تلاتين مكالمة طبي عليها في الشغل كل يومين تلاتة انتقدي صحابه كل الحاجات اللي هم مش بيعابوها عمليها وان شاء الله على دمانتي وعتدائل في سخة خطوبة دي هتتفسخ في اذن الله في سخة هتتخذب نمرة تلاتة مشكلة نمرة حاضر مشكلة نمرة تلاتة انا بحب واحد بقالي ست شهور معا وبنحب بعض وهو احيانا بيتخانق معايا على امور ما تستهلش خالص وكمان اكتشفت انتو بيحب ستة غيري اذا رجل وستة ستات طب يعمل المسلسل ستة يقادر على التحدي والمواجهة ستة غيرها يعني سبعة انا عايزة اشوفه ستة في وقت وواحد يا نمس انا اهلي عارفه اهلي عارفه وقلت له اهلك يكلموا اهلي علشان يتقدموا لي قد انت بكملة وتقدم لي فعلا بس اهلي مفقوش عليه طبعا وانا بيصب علي اني بيحب ستة غيري بس انا مش عارفها انا مش معرفها ان انا عرفت مشكلة البلات دي بتدخل تكلمني بيبعتولي محادثاتهم معاه وبيحلف لهم انهو بيحبهم برضو فانا مش عارفها بجد اعمل ايه معيني بحبه اوي بتعمل ايه يا ودي عبد الحميل بتعمل ايه يا ودي عبد الحميل هقولك انا بقى تتفقي مع الستة التانين خلاص والله اسمعي مني اسمعي مني والله ده انت هتبستي اوي تتفقي مع الستة التانين طالما انت عارفة الستة التانين اللي هو بيخونك معاهم بيخونك معاهم اه خلاص وتعملي معايد وقعدة وتقولوا حبيبي انزل قابلني في المكان الفراني الساعة ستة بانهم الساعة ستة خلاص وتجيبوهم له كلهم بتقولوا يا حب اعرفك نوها سعاد سارة سلمة سامر كلهم بالستة كل خلاص تعرفهم يا حبيبي ولا ما تعرفهمش بتحبهم يا حبيبي ولا ما بتحبهمش طبعا هنا انا مش قادر اقولك هو منظور يبقى عمزة كاتكوت المبلول عارفة كاتكوت المبلول هو هيبقى زي كاتكوت المبلول ولما ينشف خلاص بعد ما بقى كاتكوت مبلول ودول بقى هتحصر بقى اخناء وفيها يبابي اكشن انا هعيشك الاكشن خلاص ويقوموا يتقلوا على الله طيو كان فيه وخلص كانت فرصة زي الليتها وبيبايوا مع السلامة وبوثة كبيرة البابا وماما وسته وتته وكله وده يببلك في كل حتة عارفة يا فاكرين بلوكة على الفيسبوك هو ده اللي يتعام في وش تببلكي في وشه بالستة وانتهى وتبقي في حاجة في عقلك مش طبيعية لو انت فكرت ان انت تتجوزي الراجل اللي قبل ما يتجوزك بيعرف عليكي ستة زي بتعملوا كده زي بتعملوا كده انا قمنا عمتي متقدملي وانا عندي عشرين سنة هو سبعة وعشرين وانا كليه التربية وهو معاد دبلوم هو محترم وشيك وخجول من كام يوم اتكلمنا وقال لي انه دبش شوية وقال لي ان انا ما بعرفش اقول كلام حلو وانا ما بعرفش اهتم بحد ما بحبش الزن شوفوا هوك ما بيحبش الزن بحب الهدوء وبعرفك من دلوقتي عشان ما تتامسيش كل شوية قلت له عايز تتجوزني ليه بتحبني فقال لي بتنايل احبك امال حتنايل اتجوزك ليه متوحش انت حابي متوحش يعني اسد كده في نفسه حبيبي هتنايل بتنايل احبك وهتنايل اتجوزك الله كلام كلام رومانس ما تتنايل اتجوزي من خصم عمره ما كلمني دايما انا اللي بكلمه بفتر اسأله احاول اعرف حاجات عنه عمره ما سألني عن حاجة تخصني ايه له علاقة غريبة دي وحاسر انا مش انا ايه علاقة غريبة دي ده الانسيرت بتاعي انا ومش بيغير علي ازيك تقولي اعمل ايه اوافق عليه ولا مش مناسبني طب هو بارت ون الجزء الاول بتاع الرجل المتوحش ده اللي هو بتنايل احبك وهتنايل اتجوزك والشراسة دي يعني احيانا بحبها يعني انا ما بحبش الرجل اللي مسحت لا ما بحبوش ايوه هتنايل بحبك ايوه انتي امراتي يعني فيه توحوش مش بيخبط على الباب لكن بيدخدغ الباب فوق دماغي مش فوق دماغي طبعا مصروحة في وشي فبيدخل كده من الباب وغزب العمبوزي بيحبيني ويتجوزني انا بحب قوي الطيب بتاع الرجالة ده او نوع الرجال ده لكن العكس بتاع القصة انه ما بيغيرش عليا وما بيسألش عليا وما بيكلمنيش وما بيحتمش بيا فده معنا انه هو ما بيحبش الجزء الاول بتاع الزن وما تتقمسيش يعني هو معظم الرجال عندهم القنسب ده وده يتفق جدا مع التواحش لكن الجزء التاني بتاع ما بيسألش وما بيغيرش وما بيعملش ما بشوفش ان ده حب يعني بشوفه حاجة تاني فانا مش عارفة ادلك بقى صاري استخار الصراحة عشان تيقلتي قصة جزء اول عكس جزء التاني الا بعد عايزة ااخد رأيك رادو صاحبتي اتقدم لها عريس ابن ناس جدا ومحترم وشاريها المهمة كلام مع بعض وكانوا فيه قبول مبدئي ولما قعدوا قعدت الاتفاق على الشبكة هو اللهم انا هجيب شبكة بسبعين الف جنيه طالخير مش هقدر اجيب باكتر من كده علشان باقي الالتزامات فصاحبتي دولتي وات افشة متضايقة علشان شايفة كده ان هو بخيل وبتقولي هو مش عارف هو جاي يخطب مين هو مش عارف هو جاي يخطب مين مين جاي يخطب مين انا عايزة اجابة جاي يخطب مين انا مش عارفة اقول لها ايه طب انت يا اللي ميلامين لو جاي لك واحد قال لك انا عايز اخطبك وهدفع لك شبكة بنص مليون جنيه عشان انت السبعين الف جنيه دول بالنسبالك مش مكافيا هل انت هيبقى تمنك نص مليون جنيه يعني انت بتتمني نفسك بالفلوس اللي يدفع اكتر يعني انت وابتش بنيات من انت بقيت سلعة طب السؤال جاب لك شبكة بميت مليون جنيه وتجوستي وقام ضربك علق تموت وجرجرك من شعرك وفتح الخزنة وخد الشبكة امه ميت مليون جنيه دعم بيقولوا بالانجليزي كده تاكتو ميا باوتوت عطب اعملتي ايه تحسبت عليك الجوازة واتضربتي علقة فلة بالميت مليون جنيه حاجة تانية كمان راجل بيقولك هتفعلك سبعين الف جنيه شبكة عشان باقي الالتزامات يعني هنا الراجل ده راجل محترم مش جاي يقطع دراءاته عليك يقولك والله هو ده الامكانيات يمكن اعجب ده راجل جاي يقولك انا امكانياتي قد كذا في الشبكة عشان اعرف اجبلك بقية الحاجات وانت مين وبتقيميها ازاي انا اتفع فيها بعدين الشبكة دي هداية العريس هو فيه حد بيجيب هداية لحد وبيقوله هتهايلي بمئة الف بني عشان كده هما بيبيعوا يشتروا فيكو عشان فيه منكو بيخليهم يبيعوا يشتروا فيكو بالمبدأ ده لو الراجل اللي قداني ما قدرني بطريقة معينة انا ما قدرش اجبره انه يقدرني اكتر منها احساسا ولا قدر اقوله انه انا قمتي بالسبعين الف او المية الف او مية وخمسين او بالنصف مليون لان في الاول في الاخر بتم من نفسي وطالما لقيا سعر يبقى هو ده تمامي يبقى انا ما بقيت سيبني ادم لا عيز يجيب لي شبكة بمية اهل و ساعة لا عيز يجيب لي شبكة بنص اهل و ساعة لا عيز يجيب لي شبكة بخمس تلاف جنيه اهل و ساعة ساعتها انا بقى تقديريا ما بيني وما بين نفسي اقول لنا لنفسي هل هو استبخل علي استبخل علي ولا هو الراجل هي دي امكانياته اخر مشكلة انا لسا مخطوبة وانا دلوقتي بقى لي معايا اربع سنين وخطيبي بطل يحبني عشان ما بسماش كلامه وعنيدة جدا وهو شايف انا ده عدم احترام وتقدير ليه وعايز زباد بس انا بحبه جدا ومش قادرة قابد عن النهائي اعمل ايه عشان اخليه يرجع يحبني تاني انا من سعب معرفته هو بصراحة بيعمل لي كل اللي انا نفسي فيه وبيحاول يساعدني لكن المشكلة العند هي اللي دايما ببوز كل حاجة دايما بيقول لي اتغيري بس انا مش بتغير والمرة دي بقوله هتغير بجد بيقولي انتي بقالك اربع سنين بتقوليلي انك بتتغيري او هتتغيري مش بتتغيري بقوله المرة دي هتغير بجد قالني ما بيتش بحبك زي الاول وليلي بالله عليكي اخليه يرجع يحبني ازاي زي الاول طيب انا لو مكانك هبقى مستوعبة انا هو محتاج بريك محتاج وقت استراحة مني وفي نفس الوقت مش هينفع ابعد لانه ابعد يعني انا بقوله اه انا مش بقي عليك اه انت مش فارق معايا بس في التوقيت ده مش الرجالة البني قدمين عمتا اللي زي ما بيقوله بالانجليزي they give up او برفع ايدي بعمل علاقة او بقول ان ما فيش فايدة او بتاع لما بوصل للنقطة دي ببقى سدة وديني وسدة دماغي وسدة عنها انا لا عايز اسمع ولا عايز افكر ولا عايز اشوف انا ارفت فانا لو احنا عملنا مجهود دلوقتي جبار احتمال يقلب بالعكس فاللي انت تعمليه ان انت تكوني الضيف الخفيف فترة اللي جاية دي فترة اسبوع فترة عشر تيام مش اكتر من كده عشان ما يفهمش ان انت لا بتتنكي ولا بايعه ولا بتاع ولا مش عارفة ايه صباح الخير انت كويس انا بتطمن عليك بالليل خالص طب مني how was your day او يوم اكتر عامل ازاي اكلت شربت تمام بتصبح لخير تاني يوم بتتكلمي مكالمة الساعة او خمسة دهر ازاي اكتر عامل ايه احتمال مايردش ما تقفليش لانه حقه حقه تعودي كده عشرة ايام بالمنهج ده اتضيف الحاضر الغايب بعد العشرة ايام ممكن تطبي عليه في الشغل تقولي يا سمحت عايز اتكلم معاك اي مكان لو فرهب منك او رفض في الاول حقه ما تاخديهاش على كرامتك لانه حقه وبعدين حاضرتك تبتيت تعودي تتكلم معاها زيان بيقول one to one واحد لواحد كده وتقولي انا تعلمت ودي هتكون اخر فرصة ما بين لو انت شايف انه انا مش هتغير يعني على الاقل هتديني اخر فرصة علشان اه يمكن يبقى فيه اصلاح وعشان لاربع سين وعشان حبنا وعشان انا بحبك وعشان انا غلطانة وندمانة وحقك علي وما تسعلش مني قومي بصي راسه مش عايب ان انت مش عايب ان انت طيب يخطره وبعدين فرق كبير او ما بين انا اكون شخص عنيد بعند مع الرجل اللي معايا رجالة ما بيجيش بالعند لكن ان انا اكون باخد موقف عشان فيه حاجة حصلت عشان كرمتي علشان فيه حاجة مضايقاني ده شيء وان انا اكون شخص بيعند طول الوقت مش حرب حب فيه مقولة كده بتتقال بالانجليزي everything is fair love and war لا مش صحيح مش كل حاجة ينفع تتعلم ينفع تتعامل في الحرب ينفع نعملها في الحب ومش كل حاجة ينفع تتعامل في علاقة الحب ينفع نعملها في الحرب دي حاجة ودي حاجة ولازم تكوني شخص ذاكي وانت بتتعاملي مع الرجل اللي معاك لا اكون شخص عديم الكرامة لان لو انتي تحولت لشخص عديم الكرامة هو هتحول لشخص طاغي جدا by the end انتي هتمشي انتي اللي هتمشي ولو العكس صحيح هو اللي هيمشي لان ما فيش راجل بيمشي بالعند وما فيش راجل بيمشي بالطول لك اديله فوق مش عارفة ايه ما فيش الراجل الحقيقي الحقيقي ها المحترم الطريقة دي مش هتنفع معاه لكن الراجل بقى النرجيسي اللي عنده مشاكل في دماغه ابن ماما اللي عنده بقى فيه فيه نوعيات زي احنا عندنا برضو الستات نفس الشي ها هنا بقى يحصل ايه تعاملي بقى معاه بقى بط بط مكفل حيث بقى مش فرق لكن ده راجل محترم والراجل المحترم يتقدر all right مشاهداتي عزيزي ومشاهداتي الحمد لله قلصة عزيزي ردو او اس اي ردو حريطا دلوقتي لفاصل ونرجع ايكم من هي وبس اشتركوا في القناة